هو الملاذ الآمن والسلعة النفيسة التي يتطلع إليها الكثيرون هو الذهب الذي يقبل المسريون على شرائه إما للتهاد في مناسبات سعيدة أو للدخار والاستثمار باعتباره مخزن للقيمة ولكن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت كفازات قياسية خلال الآونة الأخيرة فارتفعت منذ بداية العام الجاري بنحو 15% تأثرا بزيادة أسعار الذهب عالميا في ظل الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا إحنا سوء مفتوء على الخارج بنتأثر مباشرة بأي ارتفاع أو انخفاض عالميا سعر الأقية حالية 1709 الزيادة دي كلها طرأة السنة دي وده بسبب عدم الاستقرار العالمي بسبب فيروس كورونا وفي ظل هذه الزيادة وعلى وقع الإجراءات الاحترازية التي طبقتها مصر لمواجهة فيروس كورونا وتضمنت إلزام المحل التجارية بالإغلاق مبكرا تراجعت مبيعات الذهب بشكل لافت واكتفى الكثيرون بمشاهدة هذه المجهولات الذهبية أي محل بتاعتها بعز بيع كلنا عز تشتغل بس فين الداخل اللي جوز النهاردة الشاب وكتير جدا برضو ما بلحقش أنزل أشتري لنا عايزايا كتير بفتكر حاجة أنا عايزاها وتكون المحل قفل يعني فيه شرف فيه بيع يعني بس منزال أول لا يمكن أي جوازة بتتم إلا بالشابكة فالشابكة دي النهاردة حاجة أساسية فطبعا تحت ظروف الضغط ده هو مضطر يشتري شابكة بس بعد المكان بيشتري كمية كبيرة ابتدى يقلل من كمية دي ويصل حجم استهلاك مصر من الذهب إلى نحو 21 طن عام 2019 فيما تشير التوقعات إلى تراجع كبير لمعادلات الاستهلاك خلال العام الحالي هذا الصعود الكبير لأسعار الذهب خلال الآونة الأخيرة بات يحد من قدرة الكثيرين على الشراء بعد أن كان شراء الذهب يرتبط لدى شريحة كبيرة من المصريين إما بمناسبات سعيدة أو بغرض للدخار والاستثمار باعتباره ملاذا آمنا يسين الجهر سكاينيوز عربية القاهرة